فيديو النهاردة يا جماعة انا هتكلم معاكو عن ازاي تعمل ملف تي اكس تي بصغل تي اكس تي يعني ملف كتابي بمعنى اصح ناس كتير بتستخدموا في ابحاث وحاجة زي كده بس طبعا مش بتبقى بي دي اف او كده لا زي ما بقولك كده وملف تي اكس تي هندخل على الانترو وبعدين اكمل معاك شرح الفيديو كله بازن الله يلا طيب بعد الانترو يا جماعة زي ما قلتلكم في بداية الفيديو حسنا هدوا كده في المقدمة انه هنعمل ملف تي اكس تي طيب ندخل على التطبيق كده قدstage على متجر بلاي باسم جاست نوت بات طبعا نفس الاسم ده كده بس مش نفس الايكونو طبعا هولك شكله دلوقتي ده شكل التطبيق كده زي ما انتشايف جاست نوت بات طبعا اكيد هحط الرابط في الوصف بتاع الفيديو ده تطبيع يعني هندخل على التطبيق كده زي ما انتشايف تمام هندوس على العلامة دي كده زي ما انت شايف العلامة دي اللي هي الزائد اللي فوق دي create new folder او new file احنا لو عايزين نعمل ملف تي اكس تي بنعمل create new file ماشي بنكتب فيه مسلا سموكي مش نايم كتبناها زي ما انت شايف كده بندوس هنا save اللي هي دي تمام بنختار الاسم مسلا سبسكرايب او اشترك مش انا مش لايه اي اسم اولو بصراحة فخلينا انه اشترك تمام مدير الملفات اهو احنا حفزناه هنا عموما يعني بس بس ان احنا ندور عليه اهو ملف اسمه اشترك اهو زي ما انت شايف بندوس على اشترك كده زاهر لي هي سموكي باشا زي ما انت شايف الكلام اللي كتبناه فهو الموضوع كله فايدته فنقطة واحدة بس اللي هي النقطة دي ان انت بتعمل ملفات عادية الملفات دي مساحتها صغيرة تقدر تبعت مثلا تبعت كلام لحد عايزه ياخده نسخ ولسق على طول مثلا انت بتشرح على قناتك مثلا فيديوهات وحاجات فعايز تتحط في الوصف حاجة زي كده تفيد الناس مثلا شرح المعين انت كتب او حاجة فده كله فايدة الموضوع يعان بس كده او برنامج مجاني طبعا زي منتركها هم اضجر بلاي يلات لو استفدت من فيديو ونرسل انت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وبستكد سلاف